أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية برحب بأحد الشخصيات طبعا المهمة في الوسط الرياضي الأولومبي والوسط الرياضي بشكل عام ضفنا النهاردة الكابتن أبعزيز جنيم رئيس اتحاد الملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولومبياء المصرية ورئيس باعت مصر في دورة العاب الأفريقية في غانا والله تنطلق بعد أيام في العاصمة غانا أقرى وطبعا مصر مشاركة باعتها كبيرة يمكن قرب 300 لعب ولعبها أهلا بك كابتن أبعزيز منورنا وفي البداية طبعا بوجه شكري وشكري برنامج طبعا وأسرة يعني برنامج الأبطال على حضراتك تلبية الدعوة حضراتك تكون معنا النهاردة خاصة أن حضراتك مسافر بكرة بالليل أو فجر الثلاثاء في مقدمة البيعة المصرية فبعد يزن حضراتك تقبل شكرنا في تلبية الدعوة بالعكس فاندي أنا بشكر حضراتك جدا وانت حضراتك وقص الجميل ده أن أنا موجود في قناة النادي الأهلي قناة القناة العظيم اللي احنا متابعناها على طول أنا اللي بشكركم على الدعوة فاندي من ده مكانك وحضراتك تشرف أي مكان النهاردة لا أخفي حضراتك سرا يعني نحن نهاردة عندنا محاول كثيرة يعني نستغلها في حضرتك هل ابتدي الأول بصفة حضراتك رئيس الاتحاد الملاكمة وهي أحد الألعاب المهمة في الحركة الأولمبية وليها يعني باع طويل أولمبيا وعلى المحافلة الدولية كمان وبخاصة تتأهل من عندنا تلات لعبين خلاص يمكن عبد الرحمن أرابي وعمر العوضي ويوم نعياد ضمنوا التأهل لأولمبياد باريس 20-24 كلمني عن تفاصيل التأهل حدك اشتغلت على ده إزاي طوال الفترة اللي فاتت خاصة بعد توكيو 20-20 شوف حضراتك أنت جيت يعني بكلمت الأول على يعني زي ما بقولوا أنت ابتدت معايا كملاكمة طبعا يعني أول ملاكمة بنزل بيعمل كده هوك نفت هوك رايك عشان يعمل وجود يعني أنت طبعا لعبة الملاكمة من الألعاب الأولمبية الكبيرة جدا اللي هي مصر اللي هي هبعة كبير ولا كنت مدير فني فريق الوطني المصري قبل ما بسك الاتحاد وحققنا في أثناء دوليتي أربع مدليات أولمبيا نتمنى إن شاء الله تكمل بإذن الله بالخير من المشوار الملاكمة كان حال مشوار صعب جدا لأن اللجنة الأولمبية الدولية دلوقتي هي اللي بده دير الملاكمة لأن في مشاكل في الاتحاد الدولي فاللجنة الأولمبية الدولية عملت لجنة اسمها لجنة الملاكمة فيها اللي بتدير التأهيل للألعاب الأولمبية طب ليه السبب من القرار ده يعني ليه لأ ما في مشاكل ما بين الـ IOC اللي هي اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي نعم في مشاكل في الاتحاد الدولي فاللجنة الأولمبية بتقول صلحه اللي عنكات العنتقر عشان يحصل فاللي بيدير دلوقتي اللي بيدير دلوقتي اللجنة الأولمبية الدولية التأهيل للأولمبي هذه معلومة خطيرة جدا تأهيل للأولمبي التأهيل للأولمبي النهاردة الاتحاد الدولي ما ليس سلطان عليه خالص نهائي. بس غريب انا انا افهم انه ممكن يبقى فيه ناشونال فيدريشن او الاتحاد اهلي يقع مع الاتحاد دولي. اه. انه من الارضة الاتحاد دولي بقى من لجنة اللمباد جديدة بصراحة. احنا بقى من بتوحكة جديدة. احنا بقى من بتوحكة جديدة او برس بحق. اه. فاللجنة اللمباد الدولية من حوالي سنة ونص نزلت ال البرامج التأهلية. اه. ونزلت المقاعد التأهلية لكل قارة. ايا كانت ظلمت افريقيا شوية. لان احنا افريقيا ملاكمة فيها زي ما حرار قلت قبل كده. ما باش فيه فرق ضعيفة في افريقيا. احنا اشتراكنا في بطولة افريقيا موجودة في السنغال في شهر سبتمبر الماضي. عشرين تلاتة وعشرين. لعبنا بسبع ملاكمين وست بنات. كان المشكلة كان اللي لازم في البنات ياخدوا الاول والتاني. في السبيان الاول بس. ذي كان مش صعبة صعوبة شديدة جدا. اول في وزنه. اول في وزنه. تمام. فانعف سبع اوزان ففي عازين سبع العيبة بس من افريقيا يروحوا الالعاب لهم بس دا ظلم كبير او كب. فكان مشترج ميتين وستين ملاكم ده شوفوا الارقام باكرتناها سبب بعد ميتين وستين ملاكم رجال هياخدوا ست. لا ميتين وستين ملاكم او هو سيدات ورجال. لا رجال بس. رجال طب كم وزن في رجال عندنا? سبع اوزان. هياخدوا سبع لعيبة سبع لعيبة من الـ 42 دولة 42 دولة بيلعبوا بيمثلوا من الـ 260 ملاكة معزي سبع لعيبة الحمد لله والرب العالمين طبعا حملنا اعداد روي جدا خلال السنتين لقبل الالعاب الأولمبية وكنا يعني دايسين شوية في المعاصرات الداخلية أو الخارجية والولاد حسوا بالمسؤولية كبيرة جدا فالحمد لله رب العالمين وروحنا بالعيبين وكان يعني شاركت بكم لعيب في البطولة لازم سبعة انت راح بالسبعة عشان ما تضمنش مين هيخسر ومين هيخسر لازم اللي يجي يجي لان احنا بنعد اللعيبة عشان كل واحد يجيب بس عشان بتاخد الاول في وزنك دي شيء صعب في النسبة لأفريقيا كمان أفريقيا بالنسبة للملاكمة كوية جدا لأن أفريقيا معرفوش غير الملاكمة والكورة طبعا لأن هم كسام بدنية ودي الحاجة اللي بتميزهم مانا بقول السنتر والشترج 42 دولة مسامة 260 ملاكة دي البطولة الوحيدة اللي بتأهل منها لا في بقى بطولة العلم ما هتتعامل برضو خلال الشهر الجاي في نفس التوجيد تعالى الدور الأفريقيا هل هتروح بالخمس لعيبة البقية لا خلاص لا 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 ما انفعش أنا عملنا التارجيت اللي مصر بتعمله طمع وعشان الفلوس اللي أصرفه بعد كده عشان أروح أهل اثنين دول بطولة العلم أهل اثنين دول عشان نروح بطولة العمل جيب أول وتاني عالم دي فيه أشيء من الصعوبة فنوفر الفلوس للاعتصر اعداد التلاتة دول يعني منهم اعداد تلاتة دول والباقيين برضو بس هيبقى ايه هيبقى مع الباقيين والباقيين معانا راحين دورة العاب لسرقين لان الدنيا مش خالصة يعني الدنيا اللي جاي أكتر فجاي كان حضرتك مئتين وستين ملاكة مئتين واربعين دول تأهل منه سبع ملاكة منه مين بقى لسبع ملاكة منه بتلعي منه اثنين من مصر واثنين مجزاة واثنين منجير واحد من زنبيا فس هما سبع دول يعني فيه تمانية وتلاتين دولة راحهم بدون تأهيل ده شيء من الصعوبة ان اللاعب اللي وصل للنائدة اللي وصل للنائدة اللي وصل للنائدة بعد خمس مباريات مش موال بعد موصل المباراة لرقم خمسة تقول لهم تخسران يعني هما ده كوتا اللي خديتها أفريقيا طب بالنسبة للسيدات الوضع ايه بالنسبة للبنات مع عدل الوزن خمسة وثمين كانوا يوغدين أول طب ليه الحكمة يعني بيدوا فرصة أكتر من البنات لان الاتجال دول في اللجنة المباراة دولية بيدوا فرصة للبنات أكتر يعني احنا مثلا كان عندنا 13 وزن للرجال وخمسة للسيدات لأ لك لأ فيه سبع لرجال وستة للسيدات قال لك بقى يعني يساول رجل يعني يساول بيدواهم فرصة بس بيحاولوا يوسعوا مشاركة السيدات أكتر بس هي فيها شوية الزلم لأ سياسة اللجنة المباراة الدولية كمان ها أنا آسف لجنة المباراة الدولية لأن خلص لجنة المباراة الدولية هل بيدير نعم كان فيها ظلم الأفريقية لأن طبعا برضو إحنا موجودين معهم في الدول الأفريقية كانت أنا شاف فيها ظلم كبير أو أن اللعيب يوصل النهائي بعد خمس مباراة وين يقول له لا أنت كأنك مجيتش طب مين المسؤول في اللجنة المباراة الدولية اللي بيدير الموضوع ده مها برضو في لجنة في لجنة مكوناة من أربعة هم اللي بيديروا هم اللي بيديروا لعبهم لكمة ولا مش شرق لا ده هو رئيسه مرئيس التحدي الدولة الجنباس قال لنه سأل ده الياباني الياباني بس خلاص كان معنا كابتن إهاب أمين إهاب الأمين دكتور إهاب أمين رئيس التحدي المصر الجنباس صحيح الياباني كاسمه إيه يا ربي قالوا لي كمان هو اللي ماس ده حدث ده شخصية مرشحة ممتاز رجل ممتاز هو مرشح إنه يبقى مكان تومس بخ هو أول ده خلوه خلوه هو رئيس المجموعة عشان التحكيم نعم تعرف التحكيم زي الجنباس تحكيم عشر درجة كده ممكن يوديك في حتة تانية حالس حالس فهو عشان التحكيم بس الواحد يعني بيقول الحقيقة يعني كان التحكيم يعني مش فيه بس يعني حكام أفرقى لا طبعا ممنوع أفرقى ما جابوا حكام من أوروبا عشان التحكيم يبقى محايد بس ده حاجة كويس اه لا لو تحكيم ما فيهم من حكام من أفريقيا هل هي دنيا خربت اه هل هي بقى فيه مشكلة نعم هوا ما جابوا حكام والناس هتعترضوا الدنيا وبتاعها لازم اه وفرض العصبية بتخش العصبية أوروبا أحسن ويخرج برق قصة نعم وكان كل الحكام من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا عشان التحكيم في السنة الثلاثي عبد الرحمن وعمر ويمنى أوزنهم اي يعني مثلا ناخد عبد الرحمن وزنه وزنه 80 كيلو 80 كيلو ده وزنه تقيل ده عبد الرحمن تاريخ كبير قوي في الملاجمة ده تالت دورة أولمبية بيروحها ما شاء الله ويعني بطل دورة أولمبية ده تالت أولمبية تأهل بها على التوالي يعني ده تالت دورة أولمبية وتمنى بقى إن شاء الله يختم حياته في الدورة دية إن شاء الله بمداليا بإذن الله توفيق بقى ربنا بالنسبة للعوضي أنا سميته من أول مباراة سميته الحصان الأسود أنت كنت متوقع دي كان بخاصة أن كنت مدير فني منتخب مصر يعني اشتغلت معهم سنتين يعني أنا مش عاز أقول لك أنا ألعت البدلة الرئيس التحدي ونزلت معهم الملعب سنتين قبل تأيب اللومبي لأن ليه حضرتك لأن أنت مثل مصر وبعنين الموضوع صعب يعني معالي الوزير كان بكلمني قبل ما نسافر بسنة ونص قال لي على تأهيله جميع أحلى بيز قلت له صفر لتلاتة قال لي يعني قلت له ممكن ما تنهيلش حد خلص سنة قبلها بسنة ونص قال لي يعني قلت له حشان حاجرت بقى لحضرتك اللي حاجرته دوت السابعة من أفريقيا فانا قال لي عنا بقى البدلة ونزلنا التمرين مع الكابتن سعيد والكابتن عيسم والمجموعة اللي معنا هلو اللي حاجرتك بتقوله ده اه طبعا نفعت سنة ألبس بدلة وقعد وما انت لشال الليلة صلها مقول لي عيب لو قسر رئيس التحدي هو السبب احنا نزلنا بقى احنا نزلنا الملعب زي ما بيقوله يعني واشتغلنا يعني مع الشباب طب عمر وزن ايه وزن 71 كيلو 71 طب كويس عمر ده نسميته الحصان قسون تمنى له الخير دولة بنس جديد وصغير وان شاء الله طالعك الصورة دي فينها كابتن الأول يومنا أربعة الصور دي موجودة في التأهيل في التأهيل لا ده في التأهيل بالتأهيل الصور قديمة قديمة شوية طيب خلينا نتكلم عن يومنا وزن 54 بنت عقول لحفظاتك يومنا دي هي طلبة كل التربية الرضية في جامعة الدميات ان شاء الله صغيرة صغيرة عندها عشرين سنة يومنا دي تعتبر اه دي يومنا دي تعتبر اول لعبة مصرية في الملاكمة أهل الألعاب الأولمبية خدت تاريخ دي تاني مرة تعمل فيها تاريخ يومنا يومنا دي لما تأهيلت حصل ضجة كبيرة جدا لا ده حصل لن ضجة كبيرة يعني اقول لحفظاتك بقى انا حكي لها الحكاية يومنا دي تفضل لك يعني احنا كنا مرة بنعمل تدريبات او تجارب في مركز شباب المعادي فانا رحت الكلية كيلة ورجعت فسألت انا عن شاف البنت يومنا بتقول كوي فسألت عليه قال له دي خسط ومش وان خسرت ازاي يعني وقتوم طب البنت دي اتصلت بها وطلع تروح المعسكر انت اول واحد تروح المعسكر بكرة قبل مناخد زمالك التاني لان انا عندي برضو زمان بتقول خبرة رؤية فنية فرؤية فنية فالبنت دي تحنا الحمد لله دخلناها المعسكر من حوال ثلاث سنوات وهي خدت في الدورة العربية اللي كانت موجودة في الجزائر السنة اللي فات دورة ألعاب البحر اللي أبدا متواصلت موجودة في السنة اللي فات في الجزائر برضو اطلعت أول لعبة مصرية تحصل على ميداليا في دورة ألعاب البحر البيض ودي برضو تعتبر أول لعبة مصرية في الملاكمة في الملاكمة عشان مش لانما البنات كتير ما شاء الله نحن نتكلم مع الملاكمة أول لعبة ملاكمة مصرية تعالى توصل إلى نهائيات الألعاب الأولومبية بباريس إن شاء الله ونتمنى لها الخير بإذن الله كابتل اللعبة دي يعني بتبقى عشان تأهل لعيب أولومبي انت عايز بودجت يعني حضاك بتتكلم النهاردة شخصية مالية مهمة جداً أمين صندوق اللجنة الأولومبية المصرية ده موزيشن قوي جداً والنهاردة كل البودجت وكل الأمور المالية تتعلق بلجنة الأولومبية المصرية والميزانيات اللي بتروح للاتحادات بتروح من خلالك انت عمين صندوق اللي بتعرض البرامج على الوزارة يعني منصب مهم فالنهاردة انت بتتكلم بقى بتخلع عباقة أمين الصندوق وبتروح للقراتية اللعبة دي عايزة بودجت كبيرة جداً لأدادهم شايف النهاردة الدنيا تحسنت الأحسن شايف هل بقى في دعم نهاردة في وجود شركات كبيرة داخلت تدعم وسبونسورس ولا لسه عايزين المزيد شوف حضرتك احنا لازم الأول نثمن دور الدولة المصرية مهم السهل فوزارة شباب الرياضة ومعالي الوزير دكتور أشرف صبحي بصراحة عامل دعم ضخم جداً للألعاب كلها خصوصاً للألعاب الفردية مش عايزوا لألعاب الفردية كامل للألعاب كلها فيه تنصيق كبير جداً ما بين الدكتور أشرف وزير الشباب الرياضة والمهندس ياسر إدريس والمجموعة الشباب والمهندس شريف العريان والمجموعة الكبيرة لعضاء اللجنة الأولمبية فيه تناغم شريك جداً وأيضاً معالي الوزير بأرضه جاب شركات مش عايزة أقول أسماء شركات يعني جاب شركات وعمل الدعم إضافي للعابين لعابين الأولمبين كلهم ولا ملاك ما فقط؟ لا هو عمل الألعاب الفردية جاب أحد الشركات العقارية الكبيرة شفنا كذا بروتوكول فلا جاب أحد الشركات الكبيرة وعمل دعم للسبونسور زيادة للسبونسور ده بيعمل إيه حضرتك؟ السبونسور ده مش عشان اللعب ياخده لا السبونسور ده عمول علشان إعداده برافو يعني مثلاً بدل ما نعود أسبوع في معاصر نعود أسبوعين بدل ما نرسلوا في الستقرية نعمل ثلاث معسكرات في السنة نعمل عشرة نعمل خمسة نعمل ستة بس برضو اللعب وياخد حاجة لا ده ما عمل لهم مبالغ ده ضخمة جداً شهرية عملين من السبونسور ده عمل له مش عشان أقول أركام اللعب يحنا اللعب يبقى مبسوط وبياخد مبلغ كويس وبيصرف على أسرته بحس إنه بيجيله جين من اللعبة هيتفرغ لأكتر يعني العنصر البشري مش بس إننا نديره معسكرات ولا يرأي كدير لا والعيبة في الألعاب الفردية وخصوناً الملاكما عايزين نتفرر كامل يعني إحنا الاتحاد المصر الملاكما عامت معسكر لمدة 12 شهر في مجرس إلومبي إحنا معسكر دائم مغلق كل يوم بتتمرونه كدير ما فيش معادة خمس وجمع ودلوقتي كمان إحنا جبنا برضو اللعيبة برضو طلبت وجهاز الفن المصري طلب أحد الخبراء الكوبيين يجيب بعتنا برضو جبنا الخبير معهم شغال معهم دلوقتي لغاية الألعاب الألعاب الأولمبية عشان نزود الدفع لأن إحنا حضرتك بنحط إيدينا في أيضاً بعد عشان نوصل إلى ميداليا أولمبية بإذن الله ومصر اللي عصلها لازم عشان تمثلها لازم تمثلها حقيقة حقيقة مش تمثيل مشارفة هتروح أقرى باللعبة اللي تأهلت في الألعاب التالي لا أساسي تلاتة الأساسيين في الأولمبيات لازم بيهم ومجموعة بنات برضو مستفرين بسبعة شباب وثلاث بنات بإذن الله بعشر شباب في الملاكمة لما الأقرى دي أساس محطة أساسية للعبين الأولمبيين دول وبعدها على طول بعد إزواين عندنا برضو كاس نيلسون مندلة في جنوب أفريقيا برضو لثلاث لعبين دول بيوعدوا يعني الدنيا ماشية معهم يعني فيه أعداد أنا كنت لسه برضو حدك تطرقت مشكوراً لنقطة أنا كنت أتكلم فيها وهو إعداد اللاعبين دول أو الثلاثة ده نازل حتى بريس عشرين وعشرين شغالين أحلى في معصد شغالين يعني الخبير الكوبي لما جيه أععد معي أنا جبت طبعاً عشان الإنجليز بتاعه شوية فاجبنا المترجم أسباني وشرحنا عدت معاه حوالي ساعتين وتقدر دي الخريطة بتاعتنا لغاية الألعاب الأفريقية لأنه لسه جاي بالزبط يوم 15 فبراير فندي ناله البلان وندي ناله دول مؤهلين عشان الرجل عشان من نقولوش أنت جاي في أرض صحرا لا أنت جاي شغالة من قبل ما تيجي بالزبط يعني إحنا عايزين ناخد خبراتر وتشد معنا بس أنت مش جالينها من الصفر وتزوء معنا فالدول عادي فيه ثلاثة مؤهلين ودول كذا ألا نعرف التأهيل كان الأفريقيا نصعب ودوله دول ودي الخريطة بتاعتنا لغاية نيلسون مندلة اللي هو في 15 أربعة وبعد كده فيه عندنا أربعة وخمسة وستة وسبعة تبتدي بقى تحط انت الخريطة بتاعتها لشأن نكملها غالبا هيبقى معصرات مش هتبقى بطولات يعني بعد نص المنديلة هتبقى أسر أكتر منها معصرات خارجية تمام كده كابتن يعني أشكرك احنا غطينا الملاكمة بشكل جيد واتطمننا على الدنيا ويجللنا يشيل بقى عباقة الملاكمة بقى خلاص نخش بقى اللجنة الأولمبية المصرية نهاردة حدك أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية الفلوس معك وكله تمام كله زال فول أنا بقى عايز أعرف ناسم نوضح لسادة المشاهدين درسياتك من أول ما بييجي الاتحادات تعرض على ما عليكم كل الاتحاد عنده خطة بيعرضها في بداية الرحلة أو الدورة الأولمبية بتاعته عشو صورة لغاية الأولمبياد بيحصل ايه بتعودهم على الاتحادات ايه ولش العمل بتشتغل ازاي حدك بتنقل ده للوزارة تقعد التفاوض معهم يعني كلمني بقى على التفاصيل تقعد في الأوقات المغلقة اللي كثير من المشاهدين معرفوه تمام يا فندي أول حضرتك المجلس للاتحادات اللجنة الأولمبية اشتغل باحترافية شديدة جدا مهندس ياسر إدريس اشتغل باحترافية كبيرة عجباني يعني مهندس شريف العريان عمل مرهود ضخم جدا أكتر مني كمان نعم تعامل لجنة فنية اسمها اللجنة الفنية للألعاب الأولمبية بباريس والأقرى تعامل لجنة فنية خاصة مسيكة للأستاذ كريم أكرم عدو الاتحاد المصري للألعاب القوة بن أدم متفتح جدا وفاهم عمل لقاءات مع كل الاتحادات الرياضية كل يوم فيه 3-4 اتحاد بيجر ويعرضوا الخطط بتاعتهم الخطط الفنية ده تترجمت لمبالغ مالية كان الشغال في التيم ووركر ده كان المهندس ياسر ومهندس شريف والأستاذ كريم وانا كنت معهم ومعنا المجموعة المكتب الفنية سياتة قلتهم في بداية الحديث زوت الشباب زيل فل العضاء اللي جاني الفنية في اللجنة الأولمبية المصرية وبعاتنا كلام ده كله للوزارة معالي الوزير أشرف صبحي والسلاسي اللي بقول عليهم المجاهدين الدكتور الكردي والدكتور عبد الأول والأستاذ أشرف اللي بجرمي بساعدين الوزير بساعدين دول دول بشتغل مش عارف يعني يعني الوزير بشتغل 24 ساعة في اليوم ودول بشتغل 28 ساعة دول معاونين جيدين جدا لمعالي الوزير وبأخروش حاجة عرضتوا كلام ده عليهم وعرضنا كلام ده عليهم وهم عملوا اجتماعات واللي قلنا عليه عملوه يعني مبالغ اللي اتقالت من الترجمة من خلال الخطط الفنية اللي اتعاملت من الاتحادات مع اللجنة الفنية لللجنة الولمبيزة تم اعتماد وبعدنا الوزارة وتوفر المزانيات وضخوا المبلغ اللي احنا قلنا عليه على تلت دفعات وبالتالي احنا ضخناها على البنك طبعا وطلبنا تحويل المبالغ ديت الى العمل الدولار يعني عشان الاقوامات تنهاك والكلام في قزق مصر هتحتاجوا هنا وفي قزق دولار هتحتاجوا وبقول لي سيادتك الناس اشتغلت اكتر مني الناس اللي هو الدكتور المهندس ياسر ادريس والاخ العزيز الشريف العريان المهندس الشريف العريان بحقيقة يعني والمجموعة دي كلها اول دوت بلورنا انا كله ومعالي الوزير صدق علي العايز بس يعني من هنا يعني الحقيقة نشكر معالي الوزير الدكتور أشف صبح الحقيقة لان احنا النهاردة كان عندنا ثلاث رؤساء اتحادات الحقيقة موجودين خلال عشر تيام اللي فات ومدشي في عريان دكتور أهب أمين وطبعا الكابتن عبد عزيز جونين من ورنا النهاردة الثلاث قالوا نفس الكلام والحقيقة دكتور أشف صبح يعني من الشخصيات الدعمة بقوة ومتواجد بشكل كبير مع الرياضيين وحضراتكم شايفين رؤساء الاتحادات بتتكلموا وحرية كاملة وبيقولوا اللي حصل الباجت تقدمت لدعم أو كل اتحاد تقدمها عشان لعيبته الأولمبية الوزارة صدقت عليها ووفرت الميزانيات دي بالتنصيق مع الدولة المصرية والقاست الوزراء طبعا وفيه شغل بتعمل ما احنا مش شايفينه الوزير طبعا أكيد بيلجأ للقاست الوزراء بيلجأ للوزارة المالية بياخد الباجت بتاعته بيوجهها لإعداد اللاعبين أكيد ده جهد مبزول نتمنى إن شاء الله يكلل بمدنيات أكتر فيه لا أنا أقول لها حضور بقى سر كمان فضل يعني احنا في بداية فكرنا الشرك في الدورة الإفريقية كان فيه اتجاهات كتير قوي نحن عزين نقليل العدد نحن عزين نصفر بس يجيبه دهب نحن عزين بس نصفر يجيبه النهائي نحن عزين نصفر بس الأولمبيين فبصراحة لما الاتحادات جات أحدت مع لجنة الفنية قالوا احنا عزين نصفر بأكبر عدد ردخ لهذا الأمر ردخ يعني كان بيقولك الأول مفيش فلوس وحيح استجاب بقى لرأي الاتحادات الرادلين انت ان احنا عندنا 22 لعبة مشاركة من 19 لعبة رسمية و 3 ألعاب استعراضية فاستجاب معالي الوزير كام ده وحقق كل وبعد البعثة كاملة البعثة كاملة 2292 2292 واحد يمثلوا مصر في البعثة الأفريقية مصر كبيرة يا كابتن ولازم تروح بعثة أنا رحت ألعاب أفريقية مرتين ورحت ألعاب عربية مرتين مصر بتروح لازم انت النهاردة بتروح ببعثة مصر ضخمة مصر احنا بنتطلع ناخد لدورة الألعاب دي يعني نسيبك من انت اخدها انت بتروح أطولها مصر واخدتها في الجزائر فالنهاردة الناس بتبص المصر في أي لعبة نرايح يعني يجيب مداليا ذهب على طول فالنهاردة الحمد لله لابد أن تظل مصر أفريقيا وكلام ده بيسم عجام جدا خلي بالك كابتل وابدين دي تعليمات فخامة الرئيس السيئسي ان مصر تبقى متواجدة في حضن أفريقيا وفي أفريقيا في حضن مصر هنا مصر في أفريقيا يعني أقول لحضرتك حاجة أنا كنت من الزبان في غان في اجتماع اسمه اجتماع الرؤساء البعثات فطبعا رح نشوف الملاعب في أقرى كابتل نعم في أقرى كابتل رح نشوفنا في غانا انه بيعملوا نعم كل واحد بيكلمني بيقول احنا منتظرين نيجي مصر في 27 من دور الأفريقيا في مصر بيتانا احد مبسوط لجلتهم طب عرفتم منين قالوا احنا بنشوف على الميديا على الإعلام اللي انتم عملتوا في مصر والكفرة الرياضية والمدينة والعاصمة الإدالية والمدينة الرياضية في عاصمة الإدالية هم بيقولوا احنا منتظرين 27 إن شاء الله يجوا بإذن الله وعايز أقول لحدك البطولة اللي بتبقى أفريقيا الصمراء دي الحقيقة حاجة كويسة بس عايز أسأل لحدك سؤال برضو لابد يعني لحدك موجود معي وأسأله ليه تأخرت البطولة الألعاب الأفريقية كدما بتحصل في الشيء في الصيف هو معادها 23 المحلقة مكتوبة أقرى 23 تمام بس هي كان مفروض بيبقى المعاد في الصيف عايز أعرف الأسباب الحقيقي يعني في ناس أسألك كما مش جاهزين لسه عندهم طب إيه السبب الحقيقي لتأخروا البطولة الملاعب الملاعب كان الملاعب حتى لسه نكون دي بقول حضرتك من شهر هناك كان الملاعب كان لسه في نوع في دور الفينيش أو تشتيبات هي الدول اللجنة موظمة الأخرت هي مكتوبة الغاية دلوقتي مثل تكيو مثل تكيو مثل تكيو لها ظروف الكورونا وكده نعم دول يعني أكتر ألف في خيرهم بيبزلوا أكثر ما في وسعهم جايبين شركة برزلية بتشتغلوهم من لك في الملاعب وأعطاك إن شاء الله يكون في النشو الشغلان لعشان إحنا برضو مسافرين هو الطاقم اللي ساتك قلته في الأول ده نعمل إن شاء الله بيهم فجر التلات عشان نعمل إعداد لوصول بقى البعثات على أفواج فإحنا إن شاء الله هنروح فجر التلات عشان نوصل ناخد بقى الأماكن بتاعة البعثة المصرية وجهازها بإسم مصر وناخد الأماكن المخصصة للمصر ونقعد بقى نسجل 200-92 لعب ولعبة على السيستمين يجي كل لعب يلاقي بكان يقامتهم معروفين كل أول نجم مطار شاركتوا نعمل ده شغلنا لجنة المطار بتعمل شجل كويس اللعبة تبقى جامل المطار بتلاقي في حد مستقبلها وبتلاقي لعبة رايح أنا ما بدورش ولا بقعد بروح على القرنة المصرية عارف مكاني فين بالضبط ده شهاد عن عتز بي لا لا اللجنة المصرية لا حضرتكم أساد زكبار بس خليني بقى يعني خش معك في ملف شائك شوية كابتن لجنة المصرية يعني الفترة اللي فاتت شغلت نفسها كلم بكل أمانة يعني والكلام ده مفهوش يعني أي إحراج ولكن دي كانت حقيقة لجنة المصرية شغلت نفسها خاصة أنه يعني كان كتير من النقاد والإعلامين زينا بيتكلموا يا جماعة اللجنة المنوبية دورها كبير دورها فن كبير خلوا الإداريات دي للوزارة سيبوا الوزارة بالتولز اللي عندها ومدريات الشباب تقدر هي تشرف على الانتخابات وتقدر 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 سيب كل واحد في ملعبه تعالي على دات قوليها دور والله هتشوف على دات قوليها دور برضو اللجنة المنوبية ليه دور إداري بس بتنصيق مع الوزارة الوزارة هي الدولة يعني على بول حالة وزارة الدولة إنما دي ما عطلتش العمل في اللجنة المنوبية يعني فيها جزء إدار اشتغلنا فيه إنما ما عطلتش العمل لا لحضرتك حاجة أو عدد المنتخبات ليست مسؤولية اللجنة المنوبية عدد المنتخبات مسؤولية الاتحادات المعني طبعا لما احنا بننصر معهم بنعمل الاجتماعات الفنية واللجنة الفنية علشان نعرض اعرف اختصاصات او المتطلبات بتاعت الاتحادات الرياضية المطلوبة ايه علشان نقدر نافذها منها الجزء اللي حضرت كان فيه دوت احنا ما اشتغلنا فيه منما ما عطلش الجزء الفني لللجنة اللمبية منوطية منوطية طبعا ده حاجة تساعدنا وكنا نتمنى ده من البداية طبعا اللمبية دورها كبير لجنة اللمبية المصرية حاجة حاجة يعني كبيرة وكان بس الفتر اللي فات برده حصل هزة وتولي طبعا مهندس ياسر ادريس لقاس لللجنة اللمبية مفيش هزة ليه يعني ما حصلش هزة لا مفيش هزة اللجنة اللمبية على قدم رصخة يعني حاجة رصخة جدا مفيش هزة ولا حاجة وده التغيير ضروري في اي وقت ولا اي حاجة ودكر جماعية عمومية واندكر جماعية عمومية وعلى حضرتك عن مصطفى براف اللي هو الرئيس للجانة اللمبية الافراجية جيه هنا وحضر معنا اجتماع الجماعية العمومية حضر بنفسه وطلع تقريبه وأثنى ده وثبت لنفسه وللجنة اللمبية الدولية ان ليس هناك تدخل اي تدخل حكومي ده قرار لجنة جماعية عمومية لجنة اللمبية المصرية ولا يس هناك اي تدخل لأي حد وده التغيير ده ضروري ومطلوب سلامه ورأي الجماعية عمومية حق مكتسب وضروري للجماعية عمومية ان هي تعمل تلعية تغييرها يا عزاء تبكر لمعطاة المرحلة احنا فيه طيب تقول ايه بقى كابتن للمدعين كانوا ساعتها وقالوا ده ممكن يكون فيه شبهة الدخل حكومي شبهة مش عارف ايه انا عايز برضو اسمع رأي حدتك كرجل يعني مسؤول ومنتخب عن الانتحاد الملاكمة وكمان اندخلت لجنة اللمبية وفست بالانتخابات تقول ايه اللي بيكلم كده او بيقول اللي بيكلم ما بيعملش يعني اللي بيتكلم ده بيبقى قاعد على الخط بره بيتكلم ومش مدرك الموضوع ايه ان انا بيقول لحضرات لما يجي وفد من اللجنة الولمبية الدولية عشان يشوفوا الموضوع دوت والناس كم وثبتوا ان في لايس هناك اي تدخلات حكومية وده قرار خاص بالجماعية العمومية للجنة الولمبية المصرية وانا اعتقد ان الرؤساء الاتحادات لما عضاء اللجنة الولمبية جماعية العمومية جماعية العمومية صحيح وبرضو السياة الوزير دور اشف شبح برضو بيعرف ازاي يدير ده رجل دولة طبعا يعرف حدوده ايه وعرف التصرفات ايه وعرف ان الدولة المصرية هو ممثل الدولة المصرية وهو بيعاون اللجنة وان بيه فيه تحقيق ده فاهم وفيش تعارض وبعا ان احنا تكون لنا تحت الامبريل او تحت شمسية الدولة المصرية وبعا ان حضرتك فيه حاجة حتى الدستور والقانون واللواحة الدولية بتاعة الحقية او كلمة الاولى والاخيرة للجماعيات العمومية والجماعيات العمومية بتاعة اللجنة الولمبية المصرية هي رؤساء الاتحادات المصرية بالضبط اللي هما جايين بالانتخاب وهم بيخش هنا بالانتخاب والجماعيات العمومية الحرم مزبوط فكلامهم ليس له اي تدخل خارجي خالص واللي عايز يتكلمه يتكلمه الدنيا ماشية وان شاء الله احنا نرد عليهم بالعمل الجاد وقول لحضرتك الفترة اللي فاتت ديت فعلا يا كابتن عيسن ثبتا ان الدولة لها رجالها لها رجال سوافج اللجنة الولمبية المهندس ياسر او مهندس شريف والمعالي الوزير والمجموعة العمل اللي معاه حقيقي تحس ان فيه تناغم والدنيا مش كويس ومش اي حاجة وتغيير دوت مطلوب صحيح في اي وقت خلينا حييكم برضو كطبعا عضاء مجلس دولة اللجنة الولمبية ان انتوا قدرتوا المشهد بشكل احترافي بالضبط يا كابتن انا بحييكم جدا لانه الحقيقة الوقت ده بيبقى فيه اوقات بيبان فيها معادن الرجال والناس المحبة لوطنها وبيبان المضوطة في الاول اخر ده عمل تطوعي كلنا بنهدف فيه او كل اللي دخلوا العمل تطوعي بهدف مصلحة الدولة المصرية ومصلحة نيادة المصرية فانا اخليني الحقيقة احييكم فرض فرض والحقيقة لو كنت متابع جيد لكل اللي بيحصل في جمالة عممية ومتابع لمجلس الادارة كمان جمالة عممية ومجلس دارة اللجنة الولمبية وقرات اللي اتخذت حاجة انت احترافية حاجة محترمة حاجة منضبطة فالحقيقة اسمح لي احييكم واربط على ايديكم ونتمنى لكم التوفيق استأذر ما عليك نطلع الفاصل عزيزي المشاهدين نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل النهاردة حوارنا الشيق جدا والحقيقة اللي بيكلم عن كل أفرق الرياضة المصرية مع كابتن عبدالزيز غنيم ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ونكمل حوارنا الحقيقة الشيق الجميل مع قامة يمكن اول مرة يكون بيني بيني وقاء انا اقف ايه رألت له الحقيقة يعني انت تصلح المتحدث الرسمي اللجنة الولمبية المصرية من كتر ما هو لابك الحقيقة الدكتور الله خليه الله خليه وكمان مش بس كده بينطقي كلامه الفاظه بيعرف يوصل المسيج كويسة وانا قلت له ان ده غريب على الملاكمل عائلة الملاكمة صحابي ودب وضرب بس الدبلوماسية بتبقى شوية عباقة اللجنة الولمبية المصرية ما زالنا موجودين وما زالنا حاضرين بقوة في اللجنة الولمبية المصرية والحمد لله عدينا هذا الكلام شايف النهاردة البنية التحتية الرياضية لازم اتكلم في الحتة دي مهمة لانها في الاخر هتصب في مصلحة اللجنة الولمبية المصرية النهاردة انت بتقدم على دوات الألعاب الأفريقية 20 وانت متطمن وضهر الجامد ومصر دقل بتقولها البنية التحتية الرياضية والطفرة الكبيرة اللي حصلت ماذا تمثل لسيادتك مين صندوق اللجنة الكبيرة المصرية شوف حضرتك أولا طبعا الشكر الله سبحانه وتعالى والشكر طبعا لفخامة الرئيس عفتاح السيسي هو فكر بر الصندوق يعني سيادة الرئيس فكر بر الصندوق لما العصمة الإدارية دي دي بر الصندوق المنشآت الرئيس اللي موجودة هناك معالي وزير الشباب ورياضة دكتور أشف صبح لما جلنا حتى رئيس تحاد دولنا خدنا وروحنا هناك ولما جل كمان زارة جاك روك اللي هو رئيس اللجنة المصرية الدولية وقابل فخامة الرئيس وقابل دكتور تومس بخ قال ان انتوا جاهزين لدورة أولمبية قال انتوا جاهزين لا انا عايز تفاصيل بقى اقول تفاصيل انا اقول الحرار انا مش هتعدى كده على لا اقول لتفاصيل زارة أولمبية لا اجبت مش هتعدى على حاجة كده هو جاء امتى وجاد الدعوة ازاي لا اقول لتفاصيل بقى يعني الدعوة طبعا من لجنة المصرية وقابل فخامة الرئيس وراح شاف العصامة الإدارية فقال انتوا مستعدين دلوقتي لاستضافة الدورة أولمبية ماذا يعني هذا التصريح لان قال ان في 100% انتوا عملتوا 60% منها اللي هي المنشئات الرياضية اللي موجودة في العصامة الإدارية فيتفضل بقى الاربين اللي هي الاعداد والماليات والموارد المالية والإعلام والحاجات بقى اللوجستية لان كان من ضمن الأسباب اللي خسرنا فيها تنظيم ما فيش طرق طبعا فالنهاردة شاف الطرق وشاف الأكسس للملاعب وشاف الدنيا دي كلها ما شافها فقال انتوا رايزين ليه اللي قال انتوا حققتوا يعني احنا ده ان شاء الله احنا مصر مقدمة الأولمبيات 36 يا رب قال انتوا حققتوا دلوقتي محققين 60% من المطلوب للدورة الأولمبية ونحن لسه في 24 احلى حاجة قلتها النهاردة لا ده حقيقة لانا حلم ده انا حلم انت حالك بتقول الجزء بيقاشر لا ده حقيقة انا اتمنى شوف الدولة المصرية بلدي بتنظم الأولمبيات لا ده ان شاء الله لان هو هو برضو الرئيس اللاجر المبي قال لنا عايزين ندي الدورة دي للحد في أفريقيا فلما جيه ظهر بنفسه شاف بعينه قال انتوا عملتوا 60% من المطلوب لاستضافة الدورة الأولمبية طب اللي حاوى ليه المهم بقى ليه انت النهاردة لازم يكون عندك بقد رؤية ممكن في 26-36 ما بقاش موجود توم أسبوع وده اكيد بيش موجود لانه عندهم 8 سنين وعندهم التغييرات بتحصل وليهم الاستاتيوس بتاعتهم الداخلية اللي حواليه اللي هم بروميسينجي بقوا رؤساء ويمسكوا لجان اخبار الكلام معهم ايه موافقين على كلامه تماما والمرشح بداله مجاور رئيس الاتحاد الياباني اقول له حضرتك وقد انت عندك عندك صرافة كبيرة وكابت نايسة فهم برضو مجتنعين تماما بمحاكات مصر من طفرة انشائية وتحتية دي حقيقة لانهم بقول لحضرتك لما جمل احنا لما خسرنا زيروا المونديال ده عشان نتطرق دلوقت لما هو رجبوا العربيات ومشوا برا العصامة ادارية ودخلوا وشافوا الدنيا عاملة زي مقولي ده حضرتك لما يجي رئيس اللجنة المبنية الدولية بيتعامل دوت بث مباشر على 205 دولة فعلا صفحة اللجنة المبنية الدولية عشان كده بقول لحضرتك لدول الافرقية احنا كنا هناك حوالي 50 دول افرقية قالوا لي احنا مستنين نروح ماضي 27 بتقولهم ليه انتوا عرفتوا قالوا عشان احنا شوفنا كذا وكذا وكذا وعازين نشوف الكلام ده حقيقي فعازين نشوف الكلام ده لان هما لما يقارنوا بقى اللي شفوه في الاقرة محترام طبعا للناس بيعملوا اقصى ما في السعوم اقصى ما في السعوم طبعا واللي شفوه في البنية التحتية والتجهيزات اللي مصر بتعملها فطبعا فرق كبير جدا فهم قالوا احنا عايزين المستنين 27 دي فقط احنا اهلا وسهلا بكم طيب انت اسعد واحد من نهاردة وحدك قمين سندوق اللجنة المبنية المصرية وتمشوف البنية التحتية دي ونيجي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المبنية الدولية توماس بخوة بيقول ان مصر جاهزة لاستضافة اللمبيات شايفين احنا بنقرب شايفين احنا بنقرب دكتور لهذا الحلم الكبير شايفنا بنقرب بقول حردت حققت 60% الحمد لله ده ولسه انت في 24 انت اللي مجد تعمل الملف تفتح انا عرفت برضو ان الدكتور أشرف صبح يعمل الملف دوت على الاعلى مستوى لان طبعا احنا بنقعد باستمرار مع الدكتور مع وزير الشهور يعني مش قاعد في برج عاجل الراجل قاعد معنا لسه النهاردة الصبح بكلمه في التليفون وبيتطمن قال لي الله ربنا معكم تروح وطوع نقعد شهر في غانف قلت له انت لا اش احنا طبعا متحملين المسؤولية وان شاء الله بإذن الله يعني الراجل معنا قلبا وقلبا ازا بيقول وعن التنصيق مستمر وكن الدكتور أشرف يروح لك يمكن في الخدمة ده اكيد اكيد والمهندس ياسر عيجي في الافتتاح والمهندس شريف العرام عيجي للختام يعني احنا منظمين العملية عشان تبقى الدنيا ضخم جدا احد الشركات العالمية هتعملهم بالتنصيق مع الجهات المصرية عشان يقدر نقدم الشراء لعشرين لتلاتين ستة لعشرين ستة تقديم الملف ده بيبقى امتى تقريبا يا كابتن لازم يكون قبلها بتامن سنوات يعني احنا بنتكلم في عشرين يعني ستة وعشرين او سبعة وعشرين ان شاء الله وفي يعني طبعا دكتور أشرف صبح راجل علم كمان هو راجل دكتور لا دا استاذ الرياضة بالضبط في هو عارف ان لازم تخش بمدخل علمي ولازم يكون في شركة هي بتقدم لك الملف بالضبط مهما كدولة مهما كنت بفهم كوزارة شباب الرياضة ممثلة في وزارة شباب الرياضة مش هفهم زي ما يجي حد مختص انه يقدم الملف ده وبيشتأكيد من دلوقتي شغالين عليه من دلوقتي شغالين عليه والملفات بتدعمل من دلوقتي واحد الشركات الكبيرة العالمية بتعمل هذا الملف دلوقتي فريق واحد مش لازم نكلم الوزير عشان الحاجة تخلص مجرد نحن نتكلم الدكتور الكوردي أو الدكتور عبدالأول أو أشرف الأستاذ أشرف البجرمى يعني أي حد بيستجيب على طول فورا يعني بصراحة خلينا برضا وضح أن مستر موري رئيس الاتحاد الجنباز وتنامي مورو موري وتنامي كان موجود في القاهرة في البطولة الجنباز اللي فاتت كرئيس الاتحاد دولي الجنباز وهو رئيس اللجنة اللي بتدير الملاكمة وأهدى معالي الوزير ده بيهديله هدية بصفة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي كهال الدولة المصرية ده له بدل الكاراتي عليها اسم الدكتور أشرف صبح واسمه مصر ومتقدمة بشكل يليك بدولة اليابان الدولة بتاعته طبعا وده تقديرا وعرفانا للدولة المصرية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي فده كان حاجة جيدة جدا نتكلمنا فيها حتى في الحلقة اللي فاتت مع الدكتور أهب أمين طب هطلع بحداك في ملف تاني ملفه مهم جدا وهو مركز التسويق التحكيم الرياضي النهاردة مركز التسويق التحكيم الرياضي وولد أملاق والحقيقة أنا كنت من أولي الناس اللي كنت لاجأت له سأده فيه سبعتاشر في أحد الاربتريشن كيس كات أو قضية تحكيم ولكن مر بأزمة شوية بالله هو طبعا قرار المحكمة الدستورية وتوقف تقريبا شوية النهاردة عن العمل هل في نية لإحياء دور مركز التسويق التحكيم الرياضي هل فيه تعديلات للرياضي المصدية مقدمة في القانون بحيث أن يبقى عادة دور طبعا مركز التسويق التسويق التحكيم الرياضي بما يتناسب أو يتماشى مع قانون المصدية شوف حضرتك قلت اللاتي كلمة أنه ده قرار محكمة الدستورية لا تعليق لا تعليق فأدلاتي في معالي الوزير برضو بتدخل في بعض التعديلات في القانون الرياضي نتمنى إن شاء الله تشوف النور وأعتقد أن الملف ده هتواخد جزء في التعديلات الرياضي الجديد إنما إحنا ما نقدرش الله نقول أولئك المركز متوقف تماما طبعا لأنه فيه قرار محكمة للمحكمة الدستورية العليا ما نقدرش نتكلم فيها إنما أنا أعتقد إن شاء الله في التعديلات المال الوزير بيقدمها للمجلس النواب هيبقى المركز يعني الموضوع الملف ده هيبقى ليه وضع كبير أو في التعديلات القانون الجديد طبعا لأنه التحكيم في حد ذات وفيه سرعة في الإنجاز بالزبط التحكيم أنت بجيب محكم محكم مرجح بتبقى الدنيا أسرع وأفضل لو فيه أي منازع رياضية وبيبقى الدنيا جميلة بس إن شاء الله يخش في نطاق قانون المصري ونتلاشى بعد الملاحظات طبعا اللي كتبت في قرار المحكمة الدستورية وده أكيد حاجة اللجنة وبهتب حريص عليها قبل الوزارة شوف أكبر تليسم إحنا اتلعنا نزلنا ودخلنا خرجنا أنت بتشتغل في دولة الدولة المصرية دي دولة كبيرة والمؤسسات اللي فيها مؤسسات كبيرة فأول على طول حكم المحكمة الدستورية العليا ما طلع طبعا تم إيقاف طبعا الكلام لغاية ما نشوف التعديلات الجديدة إن شاء الله فكروني بالمعالي الوزير مش التعديلات الجديدة مش مش تبقى المركز بس يبقى فيه بعض التغيرات وأحد الملفات وإن شاء الله التعديلات دي لو طلعت تبقى برضو الرياضة بتروح في حتة تانية سمح لي برضو أحييك تاني حادك بتتكلم بلغة الدولة المصرية طبعا وفيه فرق كبير جدا خلينا أتكلم حادك كابتن بأمان فيه فرق بين استقلال الرياضة وفرق بين استقلال الرياضة نعم إحنا تحادك دائما بتعيد في كلامة كلتها أربع خمس مرات إحنا تحت مظلة القانون المصري وإحنا دولة كبيرة وهذه الدولة لها الحق إن هي تاخد كل ما ترى لمصلحتها فما ينفعش إن إحنا النهاردة لكون ملتزمين وأنا الحقيقة شايف إن أنتوا يعني قدتوا الكفة في وقت حساس وقت حارج بشكل جاي جدا 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 بس المهم نكمل برضو كلامنا على اللجنة الأنمبية المصرية توكيو خلاص عدت إحنا 24 النهاردة داخلين عليها طبعا هي واخد وقتك وكل ومجودك بس عندنا النهاردة لوس أنجلوس عشرين ثمانية عشرين صح إحنا اللجنة الأنمبية التانية أو الدورة الأنمبية اللي بعديها هيكون بعديها انتخابات هيكون بعد الدورة الأنمبية دي في انتخابات كلمني بقى عن رؤية أبعد قالوا وهي لوس أنجلوس عشرين ثمانية عشرين هنمشي من هنا إلى هناك إزاي هنعمل إيه إيه اللي اللجنة الأنمبية المصرية شايفها والله أقول لحضرتك هذا التفكير برضو المنطقي الاتحادات الرياضية وأنا شايفهم يعني الرؤساء السادة الرؤساء الحضر الرياضية ومجالسة دارات بيشتغلوا باحترفية شديدة جدا وبيشتغلوا مش لبكرة بيشتغلوا ليه 28 الاتحاد الملاكم اللي عاشتغلوا في 28 دلات يوم موجودين برضو تحت عباد الدولة المصرية اللي هي ايه في حاجة اسمها مشروع قوم المهواب الرياضية الوزارة عاملها لا كلمنا عن المشروع ده بتفاصيله بقى لأننا سمعت عنه كتير ما عايز اسمع بقى دكتور منك تفاصيل المشروع ده وفي كم لعبة اوه معمود لاطف جمال الألعاب الفردية حول تسع ألعاب ودخلوا فيها بعض الألعاب الجامعية الفردية بس اوه دخلوا البسكت دلوقتي او بعض الألعاب الجامعية لما هو مركز على الألعاب الفردية اللي ليها تاريخ في إحراز المدليات الأولمبية هذا المشروع العملاق اتعمل بولادة قوية جدا دكتور أشف صبح دهما كان نائب وزير الشباب الرئيس تم تدشين هذا المشروع امتى في سنة كان فاكرة؟ طبعا تعمل أيام ما كان الدكتور أشف صبح حوالي من 12 سنة لا 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 الوزير مسك 2017 18 اول كان مسك وقبل كده نائب وزير وكان الموضوع المشروع ده وليد ليه اه يعني هو في بداية وليته كان نائب كان في كالة 2012 وبقى نوقف شوية لما الدكتور أشف مش من الوزارة وبقى رجع وزير لما ورجع وزير بقى بس تلع بانطلاقة كبيرة جدا مقره فين؟ لما فيش حاجة اسمه مقره لا مقره الاتحادات الرياضية ممتاز مقره الفني الاتحادات الرياضية مقره المالي الوزارة مقره الفني التعليمي والتدريبي المحافظات الأخرى للقاتة هو منتشر في حوالي 20 محافظة في مصر وصلنا لغاية شمال سيناء المركز زي ما وجوده في شمال سيناء موجود في مطروح موجود في أسوان موجود في اسكندريا في 20 محافظة في مصر وإحنا إن شاء الله كمان أنا بتعاون مع الوزارة في هذا الملف الضخم لأن أنا مدرك أن الرياضة المصرية هي دي النبت بتاعها اللي هو المشروع الوطني للموهبة الرياضية والبطن اللومبي وبأن هم مش مشروع واحد أيضا أكثر من المشروع فيه كمان مشروع الأبطال مشروع الصفوة يعني الولد لما يطلع مشروع المؤهورين بيطلع ألغاية ما يوصل موضوع للصفوة اللي هو الولاد الكبير يعني أقولك أنا و أنت الملكمعة تندثر حقيقة لأن الملكمعة عايزة تكليف عالي وعايزة تفرغ من العيبة وعايزة تدريب أزم الأزمات المالية بمور بيها الأندية ومراكز الشباب بدأت تقل شوية فالوزارة قامت بقى بالدور ده عملت لنا عشرين مركز المهوبة الرادية والاشتبابية عشرين محافظة هتاك بتلف أنا بلف معهم حباً وأحياناً كمان بنزل مع الدكتور وجيه حمدي اللي هو مسؤول الفني اللي احنا بنروح كمان أنا أحياناً بنزل معهم في الانتقراء وفي بعض المحافظات طبعاً الوقت بتاعنا نختار اللعيبة اللي هتبقى من ضمن هذا المشروع المشروع دوت حضرتك هو المقايم عليه لوس أنجلوس يعني في بعض اللعبين الكبار شوية أي ممكن يلحقوا باريس نماء بلوس أنجلوس أعتقد أنه هو يبقى النسبة كبيرة من هذه المشروعات اللي هو اللي أنا بسميه مشروع الدولة المصرية لأن الدولة هي اللي بتشوف عليه لأن حتى بتدي الاتحادات فرصة تتمطع شوية الاتحادات وتفرد العباءة بتاعتها وهو اللي بصرف فهو اللي بيحط في كل مشروع اتنين مدربين بيحط مثلاً واحد إداري حتى الولاد بتاعتنا ولادنا المدربين والإدارين بيشتغلوا في هذا المشروع كأنه دعم الاتحادات ولكن بيتوجه دعم لوجستي الله ينور على الحديد دعم مادي دعم لوجستي يعني بيعمل خدمات وبيعود علينا بس هو مد التكلفة الفنية والإشراف الفني للاتحاد وده هو حاجة تحسب ليهم طبعاً لأنه بيديك أنت الأضراء بالفنات اللعبة بالزبط فان واحنا موجود معهم في اللجنة الفنية موجود معهم طبعاً واللجنة الفنية اللي موجودة في الوزارة برأس الدكتور كمال داروش بيشوفوا الموضوع ده كله وبيشتغلوا فيه كويس قوي نعم طيب خلينا نتكلم عن ثمار هذا المشروع ونتكلم مثلاً عن الملكمة كم لعب عند حدك في الـ 20 محافظة حدك فاكر أرقام طبعاً يعني المركز بيقلش عن 20 بعد المركز 10 و 15 و 20 نقول أخذ أفريج 15 متوسط مثلاً خمسط في حوالي 300 لعب في 20 محافظة في سن مصغير أيوة يعني ده بقى الفرق بقى أنه انت بتبدأ المشروعات دي في سن صغير وبعدين بتاخد وقت طويل فالإعداد بياخد وقت أكثر عشان تعرف حضرتك اللعب الإلومبي عشان يبقى لعب الإلومبي مش قلي من 8 ل 12 سنة صحيح وصرف لا وصرف واستمرارية عملية اللي مش الصرف بس الصرف أقول استمرارية يعني إحنا أول إحنا مجربنا 3 مدليات في أولمبيات باريس أنا كنت مسك المنتخب 8 سنوات ونروح ونيجي ونروح أولمبيات أثينة أكين أجربنا في 3 مدليات أنا كنت أنا المدير الفني فكننا بنروح ونيجي وبعض الناس يقول لك آه بتاعوا بعين بنسبة في الآخر إن مصر والدولة المصريحة اللي بتكسب في الآخر مهما تقول طيب كابتن يعني حدك رئيس الاتحاد يعني شايف مستقبل الملكمة الـ 54 القادمة مستقبل مبشر متطمن يعني شايف أن أنت الدنيا أفضل مما قبل كلمنا عن شهرك بقى كمواطن مصري حريص على بلد شوف حضرتك الملكمة وصلها بخير الحمد لله الفترة اللي فاتت والفترة القادمة هتبقى أكثر خيرة إن شاء الله بالنسبة حتى للتلات المهالين دول دي يمكن الدورة الأخيرة العراب عشان بالنسبة للسن دي الدورة التالتة ليه إنما يومنا والعوض مكملين وفيه كمان مجموعة مباشرة جدا يعني إحنا عشان نود الأولاد دول الألعاب الإفريقية عملنا ترارب ضخمة جدا فين؟ كانت في المركز اللومبي المركز اللومبي ده بيتنا آه ده بيتنا المركز اللومبي ده والعلم حال برضو باشكر معالله الوزير أشرف صبح والوزارة لأن هم متكفلين بين المركز اللومبي لو إحنا ندفع فلوس المركز اللومبي مش هنقعد مش هنقعد وخلي بالك المركز اللومبي كمان تطور طور لا ضخمة تطوير ضخمة بقعد فيه سنة أول 2000 و2010 وكده كان تطور شديد وبقى فعلا حاجة أولومبية ما عفت تتاح بقى القرية اللومبية تتفتح فيه في تنافس لا المركز اللومبي دلوقتي بقى يضاهي المركز اللومبية في العالم كله الحالة اللي بتمرانوا عليها في المركز دي صالة خاصة صالة خاصة صالة خاصة الملاكمة والأستاذ عاطف حمود بصراحة المدير التنفيذي المركز بيعمل كل حاجة كويسة جدا كل اللي انتوا عايزينه كأكواب منتوك الصالة بتاعتك بفعل أجهزة أحسن أجهزة معمولة بس لصبح تطور النور تتمرانه بعمل الصالة بتاعتك يعني بيتك الشخص يعني والمطعم بتاع المركز اللومبي ضخمة جهز دان و3 وجبات موجودين والسراير أو القوتيل فيه شركة برضو كبيرة مش عايزة أقول أسماء شركة كبيرة أول اللي مشرفة على القوتيل حاجة ضخمة جدا بس الرعاية اللولة الوزارة أنا بتشعر داعة 12 ساعة 12 شهر في السنة كنا زمان يا كابتن بناخد بونات كده بنطوك بيع المطعم فاكر حداك كان ييجي يقول لك خد انت هتوقك كم يوم أنا هاقض يا فندم عشر تيه خد 10 فتلاتين بون بون فطار بون غدا 10 غدا 10 فتار وكنا الحطوم في القوضة وكان من كتر ما احنا حسين نحن قديم في بيتله كله بننسك كبون ده فييجي بقى المسؤول على المطعم يقول لي ماهل دا بيحاسب بقى في الآخر يقول لك خد البونات يقول له طب أديني بدل فكرة الله إله وراء بحضرتك واحنا عيشنا واحنا عيشنا ايو الله إله وراء يقول لك طبعا معي يا خد بونات مكلمتش يقول لك طبعا عشان انت حبيبي وبتاوه 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 بخد بدل فكرة بقول مية بكون الحقيقة لبارك يا زلومبي دا ليلة زكريات في حلوة جدا دا ضخمة اه دا يعني اقول لحضرتك احنا موجود في الماركز زلومبي منزمونز افتتاحه وكان سيادة الرئيس حسن مبارك هو نزل بالطهارة في الملعب الكورة وافتتاحه كام داوت في تسعين او واحد تسعين تده يعني طب كابتن ملف تاني مهم بقى لازم اتكلم بحضرتك الدوبين دوبينج عليها دور كبير في توعيد الاتحادات وتوعيد اللاعبين في هذا الملف خاصة ان احنا عندنا اتحاد مهم في الحركة الانتحاد رفع الاثقال تعرض لإيقاف دولي سلاتين وحرمنا من ربعنا في الدولة الانتحادات لفاة التوكيو بتعمل ويفي الملف دا دور الملف دا ملف شائع جدا وضخم جدا فيه اللجنة الطبية الدكتور حسن كمال بيعمل دورات توعية من المنشطات دي في الاتحادات المختلفة عندنا النادو المصري نعمل تواية وبعدين بيجبس زي ما بيقوله يعني بيعمل كبس على اللاعبين فجأة كده في المجرس الومبي فبيخليهم دايما تحت سريس ان انت خلي بالك الكلام دا والاتحادات ايضا انا مثلا عندنا الاتحاد الدكتور مجرس الصباغ رئيس اللاجنة الطبية عندنا دايما بيعمل الكلام دوت ومرائبين اللاعبين ومرائبين كل حاجة وفيه تعليمات للعيبة ممنوعة تاخد ابرة او تاخد برشامة الا بإذن الطبيب لان احنا عندنا 2500 دواء دخش في الدوبينج من اللي عنده الموضوع دوت الطبيب المسؤول لان دايما احنا مثلا احنا مثلا مسافرين ان شاء الله لدوت العابة الفراقية كابتن سعيد المدير الفني معه ملف والعميد احمد رئيس الملاك معه مستفرين معهم تسع ملفات العشر لفات للعشر لعيب كل واحد معه ملف او عيه امت اخد دواء ايه الورشدة ايه طلب مني في اي وقت اروح مقدم عشان لو خده عشان يعمل دوبين تفضل افن فيه حاجة حضرات كابتن هازم من عشت الحكاية دي كتير اول ما بياخده بيقوله تعال هات اول حال ياخد منه الايد كارت طبعا خلاص ولو رحت شمال او يمين خلاص دي بقت ايجابي بقت ايجابي او ياخد الايد كارت ويقولك اتفضل معنا فلو رحت شمال يومين اه 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 فطبعا الولد او البنت بينزله بيبقى الرياضي وعارف بيبقى طلع كل الماء في المغرأة يقوله اتفضل واحد استراح في القوضة اشرب وفضل اشرب زي ما انت عايز لغاية ما يعمل الـ 75 ملي اللي هي ويقولك اختار ده لدرجة بيقولك اختار الصندوق اللي هتحط في العينة بايدك وافتحها بايدك وسجل وقفلها بايدك ويكتب ان كل ده حصل بايدك انت با دي بقى اللجنة المنظمة لكافحة المنشاطات للوادة دي بقى المسؤول على المنشاط في العالم يعني احنا يعني مثلا العرابي ده قاعد في الفيوم يعني يوم الجمعة ويوم الخميس احنا مسجلين له بس في حاجة اسمها التسجيل في الاتحاد في الصفحة بتاعته المسؤول عنها السيد محمد سليم ده قاعد علشان عرابي بس اي روح يتحرك في اي حتة ده عرابي والتلاتة الموهلين يعني العرابي والعاوضي ويومنا دول التلاتة يروحوا هنا يغير على طول يخش على اللابتوب يغير ده موجود في الحتة الفناية بيروحوا له الساعة خمسة الصبح انا معرفش اروح له البيت بتاعه في الفيوم ماشاء الله هم بيروحوله ازاي انا معرفش دايما ان احنا مرقبين قطلنا ما اقول له حضر يعني انت لو قلت لديتني انا وانا قلت له تقاعدو روح الورابي الفيوم لهم مش عارف هروح مش عارف مش عارف هم يعرفهم ساعة خمسة الصبح يجيبوه اللي ان احنا مسجلينه ان انت يوم الخمسة الخمسة والجمعة الايام الراحة بتاعته مسجلينه من الساعة خمسة للساعة سبعة هكو بقى فين عشان لو حبيت اجيب وبقيت الايام انت فين صحيح دي عايزة دركة متناهية جدا لان لو في بنالتي الولد خده البنالتي التاني اقاف سنتين للاتحاد للوعد لللعد 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 بس احنا مضين بقى العيال عشان اتحملهم المسؤولية معنا مضينهم على اقرار في المنشطات ما تاخدش دواء لبرشامة ولد لو عيد مسؤولية لو خمسة الجمعة انت عيد في البيت قول قل نبعت الدكتور لي لان فيه ناس تعبوا بس كان في العهد السابق فاخدوا يعني دكتور ولد ولد راح لطبيب عادي فما عرفش لرياضة اللي بتاع داله تلع دبي فتعامل فدي حددك دي مهمة جدا مشاركين فيها اللعب والمدرب والاتحاد ومشاركين فيها الطبيب المسؤول عن الفريق تسلم ايدك دكتور والله رحض تسلم ايدك انا كنت سعيد جدا بالقاحة دك النهاردة واتكلمنا في موضعك تخيل اه تخيل والله احنا عاديين بقى لنا ساعة مع بعض لا لا الفتع عشر ده بس لا لا سعيد بيك يا عيسن لا يا فندي وانا استفادنا من علمك واستفادنا من تجربتك والحقيقة انا تمنا كل التوفيق لسيادتك وان شاء الله ترجعوننا بصدارة الترتيب لنا ركاة بعد العودة بإذن الله بإذن الله واخدنا بقى 200-300 مادهلي هجيبهم معك بقى ان شاء الله هجيبهم لكلهم ان شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزياد شكرا يا سيدي عبد العزيز جنيم رئيس اتحاد الملاكمة وامين صندوق اللجنة الوقتية المصرية ورئيس باعتة مصر ان شاء الله في البدوط العاب الأفريقية المقامة في غانا بعد أيام فأقرأ بشكرك نورتين شكرا انا بشكرك وبشكر القناة الجميلة وبشكر القناة النادي الأهل والقص الجميل بتاعك ده وفي الاول وفي الآخر بنقول في الآخر تحية مصر تحية مصر تحية مصر يا كابتن ودي أحلى كلمة قلتها وقامناها في هذا اللقاء الجميل بشكرك يا كابتن أعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا النهاردة أتمنى أكونوا استمتعتم الحقيقة زي الحقيقة أنا كمان استمتعتم من خبرة وعلم وإداريات وكفاءة الدكتور طبعا عبد العزيز غنيم بشكركم شكرا جزيلا على حسن اللقاء وإلى حلقة جديدة من الأبطال